السلام عليكم فإنما يقول له كن فيكون هذه العبارة وردت في القرآن الكريم في أربعة مواضع فما هي هذه المواضع وفي أي المعاني جاءت القرآن العظيم كلام الله المعجز كما هو معجز في بيانه وأسلوبه هو معجز في آياته وقد بيّن الله لنا في كثير من الآيات أنه يقول للأمر كن فيكون جاءت في أربعة مواضع فقط بهذا اللظ فإنما يقول له كن فيكون الموضع الأول جاء في سورة البقر يقول الله عز وجل بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون والحديث في هذه الآية عن بديع صنع الله في خلق السماوات والأرض والأمر عند الله عندما يريد أن يخلق شيئا أو يبدع شيئا أن يقول له كن فيكون الموضع الثاني جاء في سورة آل أمران يقول الله عز وجل في قصة مريم عليه السلام قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون والحديث في الآية عن خلق عيسى عليه السلام من غير أب وقد قضى الله أن يخلقه كذلك فقال له كن فكان وهذه الآية تدل على قدرة الله وأنه يخلق ما يشاء وكيف ما شاء وبالقدر الذي يشاء وذلك بمجرد أن يقول كن فيكون والموضع الثالث في سورة مريم يقول الله عز وجل ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون والله ينفي في هذه الآية أن يكون لله ولد سبحانه تنزه عن هذا ولو أراد الله أن يتخذ ولدا لقال له كن فيكون الموضع الرابع جاء في سورة غافر يقول الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ومن غير الله يحيي ويميت وهل من قدرة دون قدرة الله تحيي وتميت إذا أراد الله أن يحيي وأن يميت إنما يقول للأمر كن فيكون هذه المواضع الأربعة جاءت فيها هذه العبارة فإنما يقول له كن فيكون الموضع الأول في سورة البقرة في خلق السماوات والأرض وكيف أبضع الله في خلقهما والموضع الثاني في سورة آل عمران عن خلق عيسى عليه السلام من غير أب والموضع الثالث في سورة مريم في نفي أن يكون لله ولد ولو أراد لقال كن فيكون والموضع الرابع في سورة غافر عن الحياة والموت ومن يحيي ويميت إلا الله هذه هي قدرة الله إنما يقول للأمر كن فيكون وسنكون في حلقة ثانية إن شاء الله عن مواضع أخرى جاءت فيها عبارة كن فيكون بغير هذه الصيغة التي تحدثنا عنها في هذه الحلقة نسأل الله أن يدبر أمورنا على أحسن تدبير بقوله كن فيكون نسأل الله الهداية والإخلاص والتقوى والاستقامة دائما وأبدا دمتم برعاية الله وحفظه اقرأ وربك الأكرب الذي يعلم بالقلم